السلام عليكم تلاميذ العزاء كيف الحال أتمنى تكونون بخير درسنا اليوم هو حل مناقشة آفات اللسان للصف السادس الإبددائي أسئلة المناقشة صفحة 41 أولا من ذهب إلى صديقه وفي أي يوم وعلى ماذا اتفقى الجواب صفحة 40 باللون الأخضر ذهب سعيد إلى صديقه أحمد يوم الجمعة قبل الظهر بنصف ساعة فقد اتفقى على أن يؤدية صلاة الجمعة في المسجد سؤال الثاني ما آفات اللسان وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل طبعا آفات اللسان كثيرة نذكر منها مثلا آفات اللسان هي الكذب والخوث في الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف هذا كله يعتبر من آفات اللسان فآفات اللسان هي أي كلام سيء يخرج مننا أي كلام سيء أنه هنا الله سبحانه وتعالى يعتبر آفات اللسان فنذكر مننا نقول مثلا الكذب والغيبة والنميمة والسب والقذف والخوث في الباطل سؤال التكمنة نقول وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل الجواب فأجاب وهل كب الناس على وجوههم في جهنم إلا حصائد السنتهم هذا هو الجواب سؤال الثالث هل يجوز لنسب آلهة المشركين ولماذا الجواب لون الأخضر لقد نهانا ربنا عن ذلك فحين نسب آلهتهم سيسبون الله ربنا الكريم فنكون السبب في ذلك إذن نحن لا نسب المشركون حتى لا يسبوننا أيضا سؤال الرابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر كبير أن يسب الرجل والديه يقولنا كم الحديث تكملة الحديث هذه باللون الأصفر من أكبر كبير أن يسب الرجل والديه قيل وكيف يسب والديه قال يسب الرجل أبا رجل فيسب أباه وأمه تكملة السؤال قل وبين الأخلاق الواجب التعامل معها مع الوالدين وعدم جلب الأذى لهم نقول علينا أن نقول ونفعل الخير والمعروف ليدعو الناس لوالدين بالرحمة ولا يسبوهما هذا هو الجواب سؤال الرابع بهذا نكون نتهينا من حل المناقشة أتمنى تكونوا استفدتم من الحل وبالتوفيق والنجاح الجميع إن شاء الله ولا تنسوا اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس